فقرة الحلو هي من أحلق الفقرات في شهر رمضان لأنه بنكون أكلنا واشبح الدسمة وبدنا نحلي هنعمل الكنافة بالكاسترد أو بتتسمى الاكمك خطوة الأولى أعزائي تجهيز الزبدة ممكن أخد سمنة هخليها على نار هادية تماما في الطبق هحط الكنافة وحبتدي بس شوي شوي هيك أفككها عن بعض مش ضروري تقطعوها وعفكري لو عندكم بقاية كنافة من أي نوع حلو تاني عملتوا ما بدكم تخسروه فيكم تحولوا لهذا الطبق مش هقطعها مش هفرمها زي ما هي بس تفكك عن بعضها بهذا الطريقة خلو بالكم ما بدي الزبدة تسخن قوي ما بدي تبقى حامية كتير هيك بسيط وابتدي أوزعها بهذا الطريقة توزيع بسيط هيك على كل كنافة مش محتاجين تعملوا أي شيء آخر هذا الطبق هدخله الفرن على درجة حرارة 180 أو 200 ما في مشكلة عندي بدي الكنافة تتحمص الكنافة بعد ما طلعت من الفرن وأخدت هاللون الدهبي الجميل ببتدي أوزع عليها كمية من القطر فوق القطر هحط المكسرات اللي انتو تحبوها بس هي بتنعمل بالجوز بصراحة اللي هو عين الجمل وحخلي هذا الطبق على جانب وأبتدي أجهز الكاسترد بس عشان أعطي نكهة طيبة للكاسترد بس تعمل المسكة حبوب المسكة أو فصوص المسكة الصغيرة ما نكتر بحطها في هاون صغير المسكة صارت عندي نعمة باودر ونبتدي نشوف الخطوة التالية زي ما قلنا احنا عايزين نعمل كاسترد فالكاسترد هعمله على مرحلتين المرحلة الأولى اني أنا بسخن 3-4 مقدار الحليب اللي عندي هحطه في كاسترولة وحخلي شوية حليب هحط الكاسترولة عن نار ليسخن وبقية الحليب اللي عندي هنبتدي نضيف فيه السكر ونضيف النشا وحنضيف سفار البيض المسكة اللي تحنتها وكمان اذا حبينا فيه ناس بيحبوا نكت الفانيليا ممكن احط شوية فانيليا هالمكونات مع بعض ابتدي اخفؤهم لغاية ما يندمجوا مع بعض الحليب اللي أنا سخنته باخد شوي منه واحطها على خليط الصفار وبرجع باخد هذا المقدار التاني وأصبفه الحليب بستمر بالتقليب بهدوء لغاية ما يتقل عندي الخليط شوي شوي بس يتقل ممكن بعد هيك استعمل ملعقة خشبية لانه زي ما قلتلكم انا ما بدي اخفؤ خلوا بالكم الكاسترد عندي تماسك شوفوا القوام وشوفوا النعومة عندي اضافة بسيطة شوية زبدة ورشة ملح بسيطة الدوب عندي زبدة وهلأ صار عندي جاهز طبعا هاي الوصفة اذا حبيتوا تعملوا كاسترد في البيت كنوع من الحالة لحاله فيكم اطبقوا نفس الطريقة اللي ذكرناها الكنافة جاهزة وفي عنا اضافة لطيفة خاصة بهذا الوصفة رشة ارفة والكاسترد عندنا جاهز مباشرة هو سخن حصبه في الكنافة هلأ هاي الخطوة تحتاج تبريد وعشان كمان اتأكد انه الكاسترد ما بنشاف معي يفضل اني اغطيه بقطعة من ورق النايلون هخليها بهذا الطريقة وحطه في البراد على الاقل ساعتين لغاية ما يبرد عندي الكاستر تماما ونشوف الخطوة التالية خطوتنا التالية تجهيز الكريمة بحتاج كريمة سائلة تكون متلجة طلعها من البراد قبل بوقت وحضيف السكر البودرة هتبت المضرب الشبكي واخفق الكريمة اصبحت جاهزة والكاسترد عندى تماسك هنشيل النايلون وناخد كمية وفيرة من الكريمة بتأكد انه كل الكاسترد يتغطى عندي بالكريمة هنوزع كمية من الجوز ورشة بسيطة من الارفل برجع بدخلها البراد لتتماسك عندي الكريمة وتستمتع بقطية بكنافة اشتركوا في القناة